مع العودة الشاملة للمدارس والموظفين بدت الطرقات في مختلف أنحاء البلاد تعاني من ازدحاما كبيرا ليظهر الأرق لدى العوائل والموظفين وتحديدا في فترتي الصباح وعند خروج المدارس والموظفين لتطفو أصواتا مؤخرا تنادي بضرورة تغيير نظام العمل ليصبح كما كان أيام جائحة كورونا بالتناوب فما رأي الشارع الكويتي في ذلك عندما تنظر يمنة ويسرة في فترتي الصباح والمساء سيزداد الإرهاق والتعب فوق مشاق ذلك اليوم فمنذ الانفراجة بعد جائحة كورونا عادت الازدحامات والاختناقات المرورية مجددا إلى شوارع الكويت فالخروج إلى المدارس والعمل أصبح يحتاج إلى مخطط هندسي للتخلص من هذه الأزمات المفروض يكون تناوب بالعمل يعني يعني يكون ألف دوام ألف دوام باق يكون يعني حتى تخف الزحمة والشوارع تطير يعني سلسة تمشي وتروح تخلص شغلك يعني ما في زحمة ولا تواجه هاي زحمة دوام التناوب أنا أشوف أنه أفضل وأنه يعني حتى الموظفين يجي الدوام يعني يكون مرتاح يعني يوم ما يدوم يوم يدوم يوم ما يدوم زامين يكون أحسن بالنسبة لي يعني اللي عندهم عيال واتشذي أنا بالنسبة لي واحدة من الناس عندي أوكي اللي هو ألف وباق الزحمة يعني يعني يغليل يعني يوم صبح أود عيالي ويوم اللي أكون أنا دوام عرفت والأيام الثاني أقدر أود عيالي ثاني بعد مع الزحمة هذه اللي ناس اللي مجبورين اللي يومية يروحون هذا اللي أنا ما أدري والله يعني شلون الطريقة يعني فعلا بالضبط والله أشوف الحلول أنه يضلون على المدارس يوم وترك اللي هي من الجموعات أيوبي والدوامات والله لو يسوونها نفس الشي بعد أحسن يعتمد النظام على أطول ليما يشوفون حل موضوع الشوارع لأن الشوارع ما بس ما قامت كافية الكمية السيارات الضخمة هذه أنا شوف الدوامات تكون زامات شوف مثلا صباحي ومسائي منها يخف الزحمة منها حتى الشخص اللي بالدوام يرتاح ما يكون في زحمة عنده حتى من ناحية المصافط نحن نعاني من ناحية المصافط خاصة نحن طلاب مثلا الجامعات نعاني من المصافط لو يكون زامات حتى لو طلاب نفسهم يكون صباحي ومسائي أو يوم ويوم يكون أحسن أنا أطلع من البيت قبل الدوام بساعة بزحمة حلو يعني استحامات شديدة بعض رحيان من الطرف رجال الداخلية بعض رحيان من الطرف الثاني يعني يصير حادث الشعب كل يوقف الشارع كل يوقف إنهم يغيرون الوقت عندنا مثلا الجيش والشرطة هؤلاء يدومون بنفس الوقت نفسهم يدومون مثلا المدارس ألف وبع رح تكثر الزحمات اللي يدوم بالجيش اللي يدوم بالقطاعات الخاصة فتكثر الزحمات فأنا من رأي إنهم يغيرون وقت الدوامات ينتظر الجميع إيجاد الحلول للحد من هذه الظاهرة التي أرقت الجميع في البلاد وزادت من متاعبهم فربما تعديل أوقات العمل سواء للموظفين أو للمدارس والاهتمام بالعديد من الطرق الرئيسية والفرعية وتشجيع النقل الجماعي وتقييد الحركة في اتجاهات معينة وعلى المحاور المتأزمة في فترات الذروة تعد أبرز الحلول في الوقت الراهن وموفق العرقان اي تي في العدالة ترجمة نانسي قنقر